موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بعد أن تطرقنا إلى درس إنتاج المكتوب تدرب على إنتاج فقرات توجهية الحصة التي بعدها هي حصة فهم المنطوق الحصة الثانية المطاردة لكن هذه الحصة تعتمد على إنتاجات التلاميذ الشفعية يكون فيها الإنتاج الشفعي للتلاميذ لذلك هذا العمل يكون في القسم ننتقل إلى قراءة أو دراسة النص تحية العالمي الوطني تحية العالمي الوطني طيب تحية العالمي الوطني في هذه القطعة تمجيد يعني في هذا النص تمجيد عاطفي للعالم الوطني يظهر ذلك في مشهر تحية العالم وبيان ما يرمز إليه وما يثيره من إيحاءات وآثار في خوض المعارك وتحقيق الانتصارات العالمي الوطني ليس يعني هو مقدسا في حد ذاته وإنما له صبغة رمزية لما تبع العالم الوطني يعني تتذكر أمور تتذكر الكفاح تتذكر الجهاد تتذكر ملايين وليس مليون واحد فقط أو مليون ونصف ملايين من الجزائرين الذين نستشهدوا وسقطوا في ميدان النضال والجهاد إذن هذا ما يوحي إليه هذا العالم الوطني على صورة البلاد على آية المجد على عربون الضفار على راية الشرف على محرك النفس على جامع القلوب على علم الأوطان الف تحية وسلام الف تحية وسلام عليك أيها العلم تجسمت فيك روح الوطن المحبوب فباتت تنشد أغاني الشرف وأناشيد الحمية كلما حرك الهواء طياتك وتمثل صور التفاني والوطنية كلما تلاعبت أشعة الشمس بألوانك على بنودك الزاهرة يتلو الوطني الصادق ألفاظ المجد وسطور الشرف فإن قصيدة الوطنية قد رسمت على نسجك بحروف خفية حاكتك يد الأمهات وطرزتك يمين الأخوات وزركشتك دماء الآباء والأجداد فبات الوطن وكل من نحب في الوطن ممت ممثلا في طياتك فسلام عليك دق النفير فكهرب القلوب ضجت الطبول وصهلت الخيول وعبست الجباه وتلمضت الشفاه صاح صائح المجد بين القوم والله إن يومي هذا اليوم عند مرآك تخترج القلوب في الصدور الأبية وترتفع الأيدي إلى الرؤوس المحمية وتصيح الأفئدة قبل الأفواه على الراية المحبوبة السلام ونحن أيها العالم المحبوب نأخذ على أنفسنا العهد أن نخدمك بكل قوانا وإذا اقتضى الأمر نفديك بالمهاج ونموت هاتفين سلام عليك يا علم البلاد سلام الله عليك أنطوان جميل كتاب المطالعة العربية إذن هذا النص يعني جميعه هو تحية لهذا الوطن تحية لهذا العلم ألف تحية وسلام ألف تحية وسلام فسلام عليك على الراية المحبوبة السلام سلام الله عليك يعني في كل فقرة من الفقرات كان يجدد التسليم والتحية تحية لهذا العلم تحية لعالم هذا الوطن المجيد إذن من كاتب النص هو أنطوان الجميل لمن يكتب هذا النص لمن يكتب هذا النص يكتبه لكل وطني معتز بوطنه في أي بقاع الأرض كان لأنه هذا ليس جزائري مطوان جميل هذا لم يضع هذا النص للعالم الوطني وضعه لكل عالم في كل بوقوع الوطن لأنه كل عالم في كل بلاد علمها أنه نفس الشعور ما يشعره التونسي تجاه علمه هو نفسه الشعور الذي يشعره الجزائري تجاه علمه ولنشكك في وطنية أي شخص كان من أي بلاد كان لن تحب أنت وطنة أكثر مما يحب شخص آخر وطنه طيب لماذا كتب هذا النص؟ هل هو يريدك أن تحدي هذا العالم فقط؟ لا هدفه ليس هذا هدفه أن تعتز بوطنك أن تخدم وطنك وقد صرح بذلك في نهاية هذا النص؟ ونحن أيها العالم المحبوب نأخذ على أنفسنا العهد أن نخدمك بكل قوانا إذن هذه رسالة هذا الكاتب من خلال هذا النص حثوك حثوك على خدمة هذا الوطن وإذا اقتضى الأمر نفديك بالمهاج ونموت هاتفين سلام عليك يا عالم البلاد سلام الله عليك إذن يدعوك إلى خدمة الوطن والتضحية الخدمة والتضحية إذن هذه التحية امتزجت بماذا؟ امتزجت بالتأثر امتزجت بالعزة الاعتزاز بالوطن المجيد إذن الفكرة العامة لهذا النص الفكرة العامة لهذا النص اعتزاز الكاتبي اعتزاز الكاتبي وتأثره بمنظر العالم يرفرف بين طيات الهواء وأشعة الشمس أعطيك سر في هذا الكتاب في هذا الكتاب وكتاب السنة الأولى تقريبا هذا يعني بمخارضة الكتاب طرح بأن السؤال الأول دائما يكون حول الفكرة العامة ثم يعطيك يعطيك أسئلة يعطيك أسئلة يعني تضرب في مضمونة فقرات تضرب في مضمونة الفقرات إذن تستطيع من خلال السؤال الأول من خلال السؤال الأول أن تستخرجها الفكرة العامة إذن الشعور بالعزة العزة والسعادة والشعور بالاعتزاز ولما نرى العالم يرفرف بين طيات الهواء والشمس والهواء إذن الافتخار والاعتزاز بمنظر العالم يرفرف بين طيات الهواء وأشعة الشمس طيب عندي ملاحظة فقط لاحظ معي على بنودك الزاهرة البنود جمع مفرده بند وهو العالم الكبير نحن نفرنا شيء الوطني والبنود اللامعات الخافقات التلاميذ نسمعهم يقول والبلود لا خطأ البنود جمع عالم كبير جمع بند وهو العالم الكبير والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات إذن صحح بنود وليس بلود يا بنود إذن في النص هذا النص يمكن أن تقسيمه إلى يعني الشقين الشق الأول في التحية والشق الثاني في العهد الذي أخذه الكاتب على نفسه يعني هذه كلها تدل على التحية الحمية الحمية والإكبار لهذا العالم الذي يدل على ما ضحى به شهداؤنا رحمهم الله تعالى في الشق الثاني في الشق الثاني العهد الذي يجب أن نأخذه خدمة لوطننا وفداء له خدمة لوطننا وفداء له إذن هذا هو النص الشق كان يحيي في هذا العالم وشق أراد أن يبين لك يعني العهد الذي ألزمنا به أنفسنا تجاه هذا العالم المحبوب بالنسبة لي نماط النص مدومنا سنطلب من التلميذ أن يكتب لنا في نهاية المقطع نصا توجيهيا لا بد أن هذه الكفاءة الختامية يعني نجزئها إلى مهمات ونقدمها للتلميذ نستخرج الأنماط التوجيهية من النصوص التي ندرسوها إن كان يوجد فيها أنماط توجيهية لاحظ معي الآن قلنا يعني في الحصة الماضية ذكرنا بعض مؤشرات النمط التوجيهي بعض مؤشرات النمط التوجيهي طيب هدف الكاتب ما غاية الكاتب من هذا النص ما هي غاية الكاتب من هذا النص لأن لاحظ معي جيدا شيء مهم قصدية الكاتب غاية الكاتب غرض الكاتب من هذا النص هو الذي يحدد طبيعة هو الذي يحدد طبيعة النمط الذي يجب استخدامه الكاتب هنا يحثنا على ماذا من هذا النص ما غايته من هذا النص غايته من هذا النص أنه يحثنا على أن نلزم أنفسنا أن نأخذ العهد على أنفسنا ونخدم الوطن بكل قوانا إذن هذا نمط توجيهي لاحظ معي استخدم اللغة المباشرة هو حقيقة يتحدث مع الوطن لكن أنت هو المقصود لما يقول لك ونحن أيها العالم المحبوب نأخذ على أنفسنا العهد أن نخدمك بكل قوانا وهنا يخاطب العلم لكن أنت المقصود أنت هو المقصود أيها القارئ انظر نفديك ضمائر المخاطب نفديك ضمائر المخاطب اللغة المباشرة اللغة المباشرة انظر النداء يا أيها هنا أي منادة كما ذكرنا النداء وهو من الأساليب الإنشائية لاحظ معي الآن شيء مهم جدا وهذا أظن أول مرة ستتعرف عليه نحن نعرف التشبيه نعرف التشبيه درستم التشبيه في العام الماضي في السنة الأولى محمد كالأسد في الشجاعة محمد مشبه الأسد مشبه به لاحظ سأبتب لك أحسن محمد كالأسد في الشجاعة محمد مشبه الأسد هو المشبه به الكافية الأدات وجه الشبه فيما يشبه محمد الأسد في الشجاعة وجهه الشبه وجهه الشبه لاحظ معي الآن هذه العبارة تلاعبت أشعة الشمس بألوان العالم هل الشمس تلعب بالألوان؟ هل حقيقة الشمس تلعب بالألوان؟ لا الشمس لا تلعب بالألوان إذن هذا تعبير حقيقي أو تعبير مجازي؟ هذا تعبير مجازي لأن الشمس لا تلعب الشمس لا تلعب من الذي يلعب؟ من الذي يلعب بالألوان؟ ممكن تقول الطفل الصغير ممكن تقول يعني مع العالم الوطني نكون أكثر احترافية ممكن تقول الرسام الرسام هو الذي يلعب تلاعبت الشعات تلاعبت الشعات الشمسي تلاعبت الشعات الشمسي بألوان العالم من الذي من الذي في الحقيقة يلعب بالألوان هو الرسام إذن أشعات الشمس شبهناها بالرسام أو لما ننظر إلى اللعب نقول الطفل تلاعبت أشعات الشمسي بألوان العالم إذن شبه أشعات الشمس بالرسام طيب نحن عندي أركانة تشبيه الرئيسين ورقنية تشبيه الرئيسين هما المشبه والمشبه به طيب أين المشبه هنا هو أشعات الشمس أيضا مشبه به آه محذوف محذوف الرسام محذوف محذوف مشبه به محذوف كيف عرفنا أنه الرسام من كلمة التلاعب بالألوان من التلاعب إذن شبه أشعات الشمس بالرسام حذف الرسام ورمز له بكلمة قارينة تدل عليه وهي التلاعب بالألوان هذا ماذا نسميها هذه؟ نسميها استعارة الآن استعارة أنواع يهمني كلمة استعارة من درس اليوم استعارة ما هي الاستعارة؟ هي تشبيه صح؟ تشبيه ماذا حذيف منه؟ ممكن أنه يحدف مرة نجد يحدف المشبه به ومرة نجد المشبه هو الذي يحدف إذن تشبيه حذيف أحد طرفيه هذه الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه تشبيه حذف أحد طرفيه هذه الاستعارة نسمي تشبيه الذي يحذف أحد طرفيه استعارة بارك الله فيكم واجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته